اهلا ب haarideو التاني من ورشت الاضاءة 。 في الفيديو ، سنتحدث عن انواع الاضاءة اللى هي الاضاة الصناعية زي ال soit lights ، زي ال solid light البعقات المتحدثة مثلا صفير من الsi ، بالوقت عندنا المحاضرة او الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاضاءات اللي هي الطبيعية اللي هي الهدر اي والباكدروب اتش دي ار اي والسيستم اللي هو بلت ان بتاع التوين موشن فاحنا دلوقتي حنتعرف على انواع الاضاءات اللي هي الارتفيشال لايت والماتريالات اللي بتخلي الابجيكت يبقى فيه سلف المنيشن او منور لو انا عاوز اعمل حاجة فيها نيون او لد لايت او الحاجات اللي هي بتبقى باكدروب مسلا او كده هنشوف برضو بتتعامل ازاي باختصار ده مشهد كده انا عملت الدي لايت سيستم بتاعه من هنا عملت انه هو يبقى نايت يعني كده الاضاءة اللي برا مفيش شمس ولا حاجة وهنروح جايين فاتحين اللي بري بتاعتنا عادي هنخش في اللايتس هتلاقي انواع كتيرة جدا من اللايتس طبعا اشكال اي اي اس مختلفة كتير خلاص ال اي اس فكرتها واحدة تمام وحنلاقي عندنا بس اللي هو الزيادات اللي عندنا الامني دايريكشنال اللي هي بتبقى عبارة عن زي دايرة زي ال سفير كده والنيون لايت والاريلايت وبقية ال اي اس طيب هنشوف الحاجات دي بتشتغل ازاي اول حاجة عندنا الامني دايريكشنال دي اللي هي ممكن هاي بتبقى عبارة عن زي سفير كده طبعا دي ميزات هنrier بتنور في كل ال اي انتجاهات وده بنسبة كبيرة بنستخدمها ما بيبقى عندي أباجورة مثلاً أو حاجة بقدر أن أحطها جواها فمثلاً حاجة زي كده أولاً طبعاً الإنسانس دهما بتبقى عالية قوي 300 لوميون ده كتير فأقدر أن أقول له مثلاً خليها عشرة ببتدي أتست الدنيا كده بالراحة خليها مثلاً لأ 20 خلاص المهم أنها ما تلسعش واعمل الباست ريسنج طبعاً نشوف هتلاقوا ده بالمنظر ده كده طبعاً إحنا هنعمل إيه؟ اللي إحنا هنعمله إن إحنا هنحاول بنسبة كبيرة نلتزم بالإضاءات بتاعتنا على قد الحاجة اللي عندي في السين بتاعي فمثلاً حاجة هنا أقول لك إنها إيه تعتبر زي جواها كده خلاص ونبتدي بممكن برضو عندنا هنا ده الانتنستي طبعاً ده هنا وقف وبرضو الان وقف نقدر نفتحها من الليرز آخر إضاءة أنت بتعملها بتقدر تقفلها وتفتحها من اللي هي ل tweeting تمام؟ دي كدهemet aliها Bert Toronto وده اللي هو اللوميوم بتاعه وطبعاً إنت لو جينا هنا عندنا هنا الـi S لو أنت عاوز تحط I S من برها manual يعني تمام؟ طيب نرجع تاني الانتنستي بتاعتنا لو فتحناها هنا دي اللي هي التحكم في الرفلكشن وهنا الـ Dusk To Don't اللي هي لها علاقة بتشتغل مع الحاجات اللي فيها فوق لايت أو كده بس طبعا احنا ما بنستخدمهاش من هنا والـ Reflection اللي هو زاوية تعامل لايت أو ظهور لايت على المجسم اللي فيه Reflection تمام؟ برضو دي ما بنلعبش فيها طيب المهمة عندنا بعد كده اللي هي الـ Warm والCold اللي هي الـ Warm Colors والCold Colors طبعا احنا عارفين كل ما من رقم بيعلى كل ما بنخش في الإضاءات اللي هي الـ Cold الوقات البردة كل ما من رقم بينزل كل ما زي ما نتو شايفين بنخش في الـ Candle Light والحاجات اللي هي ليها علاقة بالـ Kelvin Temperature اللي هي درجة حرارة الـ Kelvin بتاعة اللي هو الـ Kelvin لو فتحناها هنا لو انت عاوز تعمل لون بنفسك manual بعد كده نتستاش بارجع دايما باك بعد كده عندنا حاجة اسمها الـ Attenation ده اللي هي بتبقى شدة أو الـ Range بتاع اللي يعني بصوا هنا انا قللت فهي بترمي بس في الـ Range ده في الـ Area دي يعني انا مثلا في حالة الأمني دي انا مش منطق ان الأمني تبقى من وراء الأودة كلها فانا مثلا هروح جاي حططها مثلا هنا كده خلاص وبدأت مثلا ايه قلت قال ليه لـ Range مثلا انا مش عايزة حاجة كبيرة C مثلا ده Range بتاع الأباجورة خلاص وطبعا نخلي بالنا ان حجم بيفرق في الـ Power بتاعني مثلا ممكن دي 20 خليها 30 ونشوف حاجة مثلا زي كده طيب المهمة عندي اللي هي الـ Shadows دي Shadows دي زي ما انتوا شايفين بيخليها تفاعل مع الحاجات اللي لها Shadows يعني انا لما ما شغلتش كلمة Shadows هو الإضاءة بتلف حوالين داير ميدور اكاين ما فيش الراس او الشابو بتاع الأباجورة لكن لما بعمله بيتعامل مع الإضاءات فين موجودة فين الحاجة فين وهكذا طيب تعالوا كده نبص بصوا لو رفعتوا الفوق شايفين بيتعامل مع الشadows زي بتاع الأباجورة اكاين السين بتاعي ايه من فوق كده خلاص نزلت تحته يعني بيتعامل مع الضل فطبعا في بعض الأحوال بيبقى مهم ان انا عمل كده وفي بعض الأحوال لا طيب لو جينا بعد كده طبعا الشادوز هنا هتلاقي برضو بيقولك اللي هي الـ Volumetric Shadows دي ليها علاقة بس دي يعني مش هتستخدمها خالص لو احنا بنرندر بالـ Past Tracing لان الـ Past Tracing مش هيفهم الحاجات اللي فيها Volumetric Light هنفروب برضو ازاي المهم هارجع باك عندنا الهيز دي مش هتشتغل مع الـ Omni Light دي لان دي لها علاقة بالـ فوق جات لما بعمل فوق لايت وحاجة ليها علاقة بالـ Speed دي هنشوفها في الإضاءة العادية تمام بس هي Option هو هتطالك عادي بس طبعا احنا بنعملش يعني الفوق بالـ بالـ Omni Light تمام؟ طيب المهم فحنيجي كده خلينا مثلا ده الـ Omni Light خلينا عمل لها Delete تعالوا بقى نبص على انواع الاضاءات التانية مثلا الـ Spot Light اقدر اشده كده بقى اجي مثلا تحت الموديل اللي انا عاوزه بالمنظر ده كده وطبعا لو حصل وسبت الـ Light بتلاقي نفسك مش عارف تمسكه بتقدر تدخل في الـ Lairs بتلاقي اخر اضاءة انتحاطتها دايما بتبقى موجودة تحت او انك انت ممكن تيجي من هنا تدور على اسمه لو انت عمله name معين او ان انا نجي من هنا اقول له وريني الـ Lights بس فبيجيب لي الحاجات اللي فيها Light اهي كده انا مسكته اقدر اخده Copy, Paste زي ما انا عاوز خلاص المهم فانا واقف عليه كده اهو زي ما انتوا شايفين اقدر برضو اقلل الـ Power بتاعه خليه مثلا عشرة طيب هل اعليه ولا وبطيلي بتبقى حسب حضرتك هتحط كام Spot Light وبرضو هنا عندنا نفس القصة برضو Intensity on and off الـ Color بتاعه الـ Angle الـ Angle دي بقى ليه بتحدد يعني تركيز الـ Spot Farish كده ولا خفيف فاحنا ممكن مثلا نعمله كده وبرضو الـ Shadows بصوا بقى هنا الـ Shadows اتعامل معاه ايه انا مثلا اتعامل مع الـ Shadows بتاعت المجسمات بتاعتي قفلته او فتحته شايفين هنا بيبقى فيه زي reality كده تفاعل مع بصوا هنا فيه مثلا الـ Earth of D عمل لها الـ Shadow بتاعها لو جينا عملنا كده طبعا ده الـ Pass Tracing انا ممكن اطلع الاضاءة بالمنظر ده خلاص وممكن اطلعه بنظام الـ Pass Tracing طبعا الـ Pass Tracing بياخد وقت اطول برضو هتكلم بتفاصيل اكتر عن الـ Pass Tracing في الفيديو الجاي ايه الفرق بينه بين الـ Level العادي اما بالنسبة للـ Option بتاع الـ Haze طبعا الـ Haze لو حضرتك شغال بالـ Settings اللي هي الـ Quality القليلة ومش هتشوفه Real Time يعني انا لو عملت اللي هو الـ Low وقلت اوكي وجيت شغلته مش هتلاقي بيبان معاك حاجة الـ Haze اللي هو مقصوب بيه الفوج الناتج من الاضاءة تقدر تتحكم فيها تمام؟ فطبعا كده مش باين معي فخلينا اقفله واعلي الـ Settings بتاعتي لو انا اشتغلت Ultra جيت كده قلت له خلي كل حاجة Ultra وجيت بعد كده قلت له شغالي بصوا هتلاقو فيه زي الـ Haze اللي هو الـ Fog Light اللي خارج من الاضاءة تمام؟ وطبعا نخلي بالنا من حاجة ان الـ Pass Tracing ما بيبانش معاه الـ Haze ده ده للأسف يعني حاجة في البرنامج ما بتقراش الـ Haze بتاع الـ Light خلاص فلازم تراندره من غير Pass Tracing لو انت محتاج قوي طبعا لو دخلنا جواه هنقدر نلاقي الـ Intensity بتاعته نقلله او نزوده الـ Speed اللي هي سرعة الحركة بتاعته اللي هو الـ Fog يعني فيه هوا جامد فيه ولا الـ Speed بتاعته الـ Tiling اللي هو شكل الـ Fog نفسه بصوا كده متقسم على زي دخان ولا سريع التقسيمة بتاعته كتير ولا قليلة يعني ليها علاقة بشكل الدخان نفسه تمام؟ فده بالنسبة الـ Haze طيب خلينا برضو نبص عليه برضو حيبان قوي في الأمني لو انا عملت قمني كده خليني اقلل الـ Power بتاعها عشان متبقاش عالية شوية قوي كده حاجة زي كده مثلا خليها مثلا 20 تبقى منورة بصوا لو شغلنا الهيس بقى باين قوي فيها قوي ده ساعات ممكن ان احنا نقدر نعمل فوج عن طريقها لو انت في حاجة اكستيرير عايز تعمل لها فوج ممكن ايجي اقول له برضو زود الفوج يبقى الضباب جامد قوي بصوا الـ Speed اكأنك ماشي وفيه شبورة يعني تمام؟ طيب فيه طريقة تانية ان انا اعمل فوج في السين كله ده لو انا دخلت في الـ Settings بتاعتنا في الـ Weather هلاقي كلمة Effects هلاقي اللي هو حاجة اسمها دي لو انا زودتها بصوا فيه زي ايه زي ضباب كده في السين بتاعي لو جينا بصينا فيه ضباب يعني خلينا برضو عشان نشوفها نغير المود المود بتاعنا سوري انا دوست على location بالغلط ارجع Back اجا اقول له من هنا مثلا السيزن خلينا نيجي كده مثلا لو بتمطر بصوا بقى مثلا هنا كمان شايفين فيه ضباب يعني هي مش باينة مش عارف هي باينة قوي ولا لأ بس مثلا تعالوا نجيب في الحاجات الجاهزة نجيب مثلا حاجات الفيكلز او كده العربيات معلش نرجع Back ممكن مثلا نجيب ممكن مثلا نجيب ستريت لايت طبعا ده ضريف بس بردو برجع تاني اقول لو حضرتك شغلت مش هيظهر معاه فده بالنسبة لفكرة وطبعا بالمناسبة ان الجاهزة بتاعة الاضاقات بتنور لما بيبقى السين معمول بالليل تمام؟ حتى برضو لو انا مسلا نشغل يعني لو انا عامل المود ده بمجرد ما حنشغل الشمس يبتدي ايه؟ الاضاقة بصوا الفجة عامل ازاي طبعا الفجة جامد قوي خينا نعمل كده تمام؟ لو خلينا المود يعني مثلا بصوا لو جبنا برضو العربيات سي مسلا نقول العربيات اللي بتمشي نجي نقول له Pass مثلا هتلي Pass هتلي مثلا من هنا هتلي مثلا من هنا نجيب لي عربية كده استنى عليها هتلاقي العربية بتمشي لو انا ضلمت الدنيا هتلاقي الاوتوماتيك العربية بتقلب بالليل بتنور اللايت بتاح بصوا 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 شايفين؟ دي حاجة ضريفة في العربيات الانيميتد بس خلي بالكو عربية تلاقي بتتحرك تمام؟ طيب تعالوا بقى نرجع تاني للسين بتاعنا الانتيرير بتاعنا ونشوف الدنيا هناك عاملة ازاي هنكمل كلامنا عن بقية انواع الاضاقات احنا تكلمنا عن الامني والسبوت لايت بعد كده عندنا اللي هي النيون لايت خلي بالكو الاسم بيبقى الحاجة اللي فوقه والأريا لايت النيون لايت ده لو انا عندي عايز اعمل اضاقات حاجة فيها نيون بصوا بيبقى زي شريط لايت كده خليني اقلل برضو الباور بتاعه تمام؟ بيبقى حاجة عاملة كده خط كده اضاقه تمام؟ متحدد ماشي؟ وطبعا بنقدر ان احنا نتحكم في اللينس بتاعه اللي هو العرض بتاعه ده شغلته بس انك انت اللي عاوز تعمل حاجة فيها زي اضاقات نيون بتقدر تحطها وبردو ليه الابشن بتاع الشادو بس ممكن نحطه عايز مثلا احطه تحت هنا كده حاجة تكون ايه منورولي بس اقلل ساعتها ممكن نطفي الشادو لو انا الموضوع بدايقني وممكن اقلل وبردو اتحكم في الباور بتاعه فهو ظريف خليه مثلا واحد ظريف لو انت ممكن اقلل ظريف لو انت عاوز تعمل مثلا ايه حاجة فيها باك لايت او كده بيبقى ظريف في الابشن ده برضو هنا ممكن طبعا اجيبه خلي بالكو ممكن نجيبه هو كده بالعرض ممكن اعمله روتيت مثلا اخليه بالطول كده واقلل الارتفاع بتاعه واجيبه مثلا يبقى حاجة كده ايه في الجنب ده كده وبردو في الانتنس تي برضو نقدر نتحكم بس طبعا انا منصحش موضوع التعامل مع ايه الرفلكشن يعني خليه من حتة تاني طبعا بصوا هنا بينور وهنا بي ايه بيضلم لو جينا عملنا كده هتلاقيه بالشكل ده طيب طبعا احنا لسه الباسترسنج دي لها كلام تاني خالص خليني برضو ارجع اقلل البريفرنسي بتاعتي عشان ما يبقى شسين عالي قوي خلينا ميديوم ده بالنسبة لل ايه نيون لايت وبردو نقدر نغير الكلر بتاعه زي ما انت عاوز عايز تعمل اضاءة بالشكل ده تقدر انك انت ممكن اقلل للينس نقول له مثلا مية اكدناها متر مثلا انا عاوز حاجة زي كده ممكن اجيبها اكدناها حوالين خليها برضو مثلا خمسين ستين تمانين واخد منها شفت كابي مثلا كده اكدنا عندي حاجة ايه بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين تمام ده كده بالPost Tracing وده كده من غير طيب عندنا بعد كده عندنا بعد كده النوع اللي فاضل اللي هو الاضاءة بتاعت اللي هي برضو نفس الفكرة بس فكرته انه هو بتبقى اضاءة لو انا جيت كده حبيت اطلع بره السين بتاعي لو جينا كده اطلع بره بصوا عبارة عن بيبقى زي مصدر لايتنج خليني امسكه كده بيبقى عبارة عن بوكس البوكس ده جواه اضاءة طيب انا مقدرش اتحكم في ارتفاعاته لكن اقدر اتحكم في اللينس والويتس بتاعه مثلا ممكن اقول له 100 متر في متر بصوا بيعمل لي حاجة بتبقى كلها عبارة عن لايتنج يعني بوكس منور طبعا خليني ممكن اكبره شوي عشان الناس تشوف اهو ده بيبقى رينج كده بصوا لو انا جيت اتحركت بيه بتجيبه على المبنى مثلا اهو كل اللي جواه بيبقى منور يعني لو جيت دلوقتي دخلنا اهو بصوا الاوضاء من جواه هتلاقوها ايه منورة بالكامل حاجة زي كده اهي تمام؟ طبعا نقدر ان احنا نتحكم في الحجم بتاعه زي ما اتفقنا فانا مثلا لو انا مش عايزه يعني ينور الاوضاء كلها ممكن ان انا خليني امسكه كده بس ما علش اهو لو انا جيت دلوقتي مثلا مش عايزه ينور الاوضاء من فوق او من تحت اوي ببتدي ارفعه للحتة اللي انا عاوزها او الرينج اللي انا عاوزه فمسلا ممكن اخليه كده او اخليه بصوا كده بنور اللمبة كلها من فوق طيب انا ممكن اقلله على قد الاوضاء مثلا بتاعتي او ارفعه حاجة مثلا زي كده بصوا تعالوا كده ندخل الاوضاء اهو حاجة زي كده مثلا شايفين هو بنور ازاي طبعا هوا بيبتدي من قوي بينزل على ضعيف شوية طبعا كل ما بنعليه حاجة زي كده طبعا هوا بيبتدي من قوي بينزل على ضعيف شوية طبعا كل ما بنعليه كل ما بيقيه حاجة زي كده بصوا طبعا الباست ريسنج تعامله مع اللايتنج غير خالص لو انا بعمله عادي كده تمام؟ طيب ايه برضو عندنا الايه الباور بتاعه لو انت عاوز تقلل الباور بتاعه بس ده فكرته انه هو عكس النيون يعني النيون لايت ليه لنس بس ليه عرض بس خلاص اقدر اتحكم فيه كلنس بس الاريا لايت مستو انه هو لا تقدر تتحكم فيه كعرض اللنس في الويتس يعني العمق في العرض اهو تمام؟ طيب ده كده بالنسبة الانواع الاساسية بتاعتي في الاضاقة احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الاضاقات اللي هي الطبيعية اللي هي الـ HDRI النظام الـ Daylight System او System Light بتاع البرنامج هيفضل بعد كده عندنا نوعين في الحاجات او اللي هي لها علاقة بالماتيريال نفسها بقى يعني مثلا انا عندي مثلا الكورسي ده او اي ان كان شكل مثلا سيل او جورة دي او اي حاجة فيها لايتنج خلينا كده نشوف اي موديل يكون حاجة كده صغيرة مثلا ممكن نجيبها مثلا او عندي مثلا بيت الاضاقة ده مثلا انا عاوز ده يبقى كله منور فاقدر حاجة من الاتنين يا اما ادخل في الماتيريالز وانزل لتحت علاقي عندي النيون هنا عندك انواع مختلفة من النيون في حاجات بتعمل اللي هي بتاعت البوليس فيه الوان مختلفة فيه اشكال بتتعمل تطفي وتنور وحاجة كده البلينك دي بصوا لو جبتها كده على الابجيكت اللي بينور ويطفي اداءة البوليس دي زي لون معين طبق بصوا بتطهدى وتعلى ده النيون عادي خالص تمام بليه فج كده ودي اللي هي النيون برده العادية طبعا نقدر نغير الجلو اللي هي الاشعاع بتاعها الباور بتاعها يعني دي بتبقى زي ال كده والكورونا والكلر اللي هو اللون بتغير اللون اللي انت عاوزه يا يلاك لون الايه الاضاقة توسايد اد اون ووف دي حاصة بالماتيريال نفسها بتاعت الابجيكت لو هي مزهرة بس اشتبقى باينة من وراء ومن قدام وببان في الرندر بتبقى حاجة عاملة كده طبعا برضو بأكد تاني ان اللايت ريسنج بتلاقى الإضاءة بتاعته مختلفة عن الإضاءة العادية خلاص دي النيون ماتيريال طيب لو أنا جيت يعني قلت له لا أبلاي ماتيريال تانية وجيت مثلا عملت كده نقل له بيك أي ماتيريال وراحت جاي كده في الماتيريالز قلت له أد نيون ماتيريال وراحت مطبقة عليه دي ماتيريال اي عادية خلص مطفية كده أقدر أن أنا أخلي هو الأبجيكت نفسه يبقى منور يعني يبقى الأبجيكت نفسه فيه جلو إزاي؟ لو أنا دخلت في الساتينكس بتاعته في حاجة اسمها الجلو ده يبقى الأبجيكت نفسه هو المشاعة مش محتاجة تديله لايت ماتيريال أو اللي هي النيون ماتيريال دي أقدر أقول له كده بصوا مثلا هو نفسه يبقى فيه نوع من الشعاع كده طبعا ده حيفيدني أكتر في إيه لو أنا عاوز أعمل حاجة مثلا زي السبوتلايت أو كده بصوا مثلا لو جينا على السبوتات مثلا حاجة زي دي فأقدر أن أنا طبعا هنشوف يعني الكلام ده بيتعمل إزاي أكتر لما بنخش في المحاضرة اللي هي بقى بننور سين كامل أنا مثلا جبت ده كده أقدر أخش أقول له أعمل اللي جلو بصوا كده يبقى إلا كده أكن السبوتات نفسها منورة لو جينا بصينا كده من زوية الكاميرا بتاعتنا كده السبوت نفسه اللي هي اللمبة نفسها إيه منورة معي تمام؟ فده كده بالنسبة للحاجات اللي هي الأساسيات اللي إحنا مش هنخرج عنها في شغلنا بتاع الإيه الإضاءات بكده نكونوا نصنع لنهاية الفيديو ده وفي الفيديو الجاي بقى إن شاء الله هنبدأ نعمل السين بتاعنا اللي إحنا هنعمله الرندر بقى نشوف نتكلم إليه الفرق بين الباست ريسنج والرندر العادي تمام؟ والسين ده هتليني هتطهولكو في اللينك بتاعنا اللي إحنا هنطبق منه اللي حابب يجرب عليه زي ما أنا عملت كده ما فيش مشكلة يعني وفي انتظار تعليقاتكو إن شاء الله شكرا